لمناقشة أسباب استمرار أزمة النازحين في العراق معنا من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني أهلا بك دكتورة فاطمة بداية يعني نحو سبع سنوات وأزمة النازحين مستمرة ولا أفق لحلها باعتقادك ما الأسباب الحقيقية التي تحول دون نهاية أزمة النزوح في العراق نعم السلام عليكم ورحمة الله حياكم وحيا مشاهديكم الكرام السبب الرئيسي لاستمرار أزمة النزوح في العراق هو الحكومة العراقية والميليشيات التي تسيطر على مفاصل الدولة الحكومة العراقية بكافة مؤسساتها تعتبر هؤلاء النازحون مجرد إرهابيون خرجوا من مناطقهم هناك تعامل طائفي مع سكان هذه المناطق هناك أهمال ممنهج ومتعمد للإحتياجات الأساسية للنازحين هناك تعمد في إرجاع بعض النازحين إلى مناطق معينة ومنع لنازحين آخرين من العودة إلى مناطقهم سيطرت الميليشيات على هذه المناطق التي عانت من تهجير القصر أثناء العمليات العسكرية هذه الميليشيات تسببت في انعدام كامل للأمن في هذه المناطق دكتورة فاطمة وزارة الهجرة أقرت أن فقدان النازحين لبيوتهم حالا دون إغلاق المخيمات إذن أين دور الحكومة الحالية في تعويض النازحين وتهيئت الظروف من أجل عودة سليمة وطبيعية؟ نعم بالتأكيد أين هي المخصصات؟ أين المنح والتبرعات التي قدمتها الدول على قلتها؟ لم يتم استثمارها تناهبتها أيدي الفاسدين في السلطة في مؤسسات الدولة من الذين ينتمون إلى الأحزاب السياسية والميليشيات ولم يقدموا أي شيء ومن ضمنها وهي أبسط سبل استمرار الحياة هو وجود مكان آمن يستطيع أن يعيش فيه هذا النازح إذا عاد إلى منزله خاصة أن العمليات العسكرية قد دمرت المدن بنسب عالية 80% و90% ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هناك بيوت كاملة ومناطق كاملة قد تم تدميرها بالكامل دعينا نذهب إلى سؤال آخر الآن دكتورة فاطمة بالنظر إلى نفوذ الميليشيات في المحافظات المنكوبة كيف أثرت هيمنة هذه الميليشيات على عودة النازحين إلى مناطقهم؟ نعم يعني أصبح ملف النازحين العوبة بيد الميليشيات تستطيع استخدامها في أي وقت لأغراضها السياسية حاليا الميليشيات يعني تسيطر وتهدد النازحين الذين أرجعوا قصرا إلى مناطقهم وأيضا تمنع مثل حال جرف السخر وحال مناطق معينة في محافظة صلاح الدين تمنعهم من العودة إلى منازلهم لأن هذه المناطق أصبحت سكنات عسكرية ومراكز للحرس الثوري الإيراني ولا يستطيعون التخلي عنها وبالتالي أهالي هذه المناطق ممنوع من العودة أيضا ميليشيات تصادر ممتلكات الناس تفرض الإتاوات تسيطر على اقتصاد المناطق التي هي تسيطر عليها أيضا عمليات الاعتقال المستمر عمليات التهديد المستمر التعامل الانتهاكات يعني السرقات التي تحدث في هذه المناطق منع حتى وجود استثمارات ووجود تحسين لفرص خدمات في هذه المناطق الميليشيات تمنع هذا الشيء وتستخدم ملف النازحين فقط لأغراض سياسية وانتخابية لمصلحتها نكتورة فاطمة هناك نواب حذروا من استغلال النازحين للحصول على أصوات الناخبين باعتقادك كيف تستغل الأحزاب مأساة النازحين للحصول على مكاسب سياسية وهل أثمر هذا النهج باستمرار الأزمة باعتقادك يعني هذه الأحزاب السياسية وإيضا الميليشيات يعني تستعمل طرق عديدة يعني لاستغلال النازحين منها طرق التهديد المباشر أو يعني إطلاق الوعود الكاذبة للنازحين وهي فقط تريد وتطمع أن تحصل على بضع أصوات لكي يمكنها في النهاية كما هو معروف تزويرها وتوجيهها لمصلحة أحزاب معينة وشخصيات معينة كما تشاء الإرادة الأمريكية والإرادة الإيرانية في العراق وبالتالي وفي الأخير هي حتى الانتخابات لا يعترفون بها في الأخير يجلسون ويتقاسمون المناصب ويقدمون ما يريدون إلى مختلف المناصب وبالتالي فملف النازحين هو واستغلال أصواتهم مجرد العوبة لابتزاز الناس وإطلاق وعود وآمال كاذبة لا أكثر ولا أقل إلى السؤال الأخير الآن دكتورة فاطمة يعني باعتقادك الشخصي هل أدت المنظمات الدولية والأمم المتحدة على وجه الخصوص هل أدت الدور المنوط بها تجاه هؤلاء النازحين ومعاناتهم ولماذا لم نلحظ تحركا دوليا بهذا الخصوص تفضلي يعني لا نتوقع أي تحرك دولي لكي نكون نتكلم بمنتخص صراحة كيف نتوقع من تحرك دولي وأمريكا التي تهيمن على العالم والدول المسيطرة على مجلس الأمن الدولي هي جميعها مشتركة في مأساة العراق وهي من تقدم الدعم للحكومة والميليشيات فكيف نتوقع منها أن تفكر بمصلحة الشعب العراقي وخاصة أن الشعب العراقي الآن أصبح صوته يصلح عاليا بأن لا انتخابات والمقاطعات تعلن الآن واضحة على منصات التواصل الاجتماعي وفي الشوارع أنهم ضد الانتخابات ولذلك فالمجتمع الدولي لا نأمل منه أي شيء وأي تحرك لأنه هو من يساند ويدعم هذه العملية السياسية والأحزاب والميليشيات دكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كنت معنا عبر سكايد من لندن شكرا جزيلا لك